هي سنويا في إطار إعداد الموسم الدراسي يتم إصدار مقرر من طرف السيد وزير التربية الوطنية يحدد مختلف المحطات بالنسبة لهذا الموسم الدراسي فالمستجد هي هذه الوضعية الوبائية التي شرتوا لها والمختلف المستجدات فمن خلال هذه الوضعية تم اتخاذ قرار خلال مجلس الحكومي المنعقد بالأمس من أجل إرجاء الدخول الفعلي للتلاميذ إلى يوم الجمعة 10 شتنبير بدل يوم جمعة 13 شتنبير أما بالنسبة لباقي المحطات المرتبطة بالتحاق الأطور إدارية فهي ستبقى على حالها يوم فاتح شتنبير وبالنسبة للأطور التربوية يوم 13 شتنبير فالمستجد الوحيد هو في كل ما يتعلق الانطلاق الفعلي للدراسة عير مليكو نقول انطلاق فعلي أنه في العشر من شتنبير ولداتنا قد يدخلون المدرسة قد تبدأ الدراسة بالفعل كتكون محطة قبلية التي هي متعلقة بتقويم المستلزمات وهناك مجموعة من أباء وأولياء الأمور هناك مجموعة من أباء وأولياء الأمور لكي تسألوا لأنه كان هنا ولدات يقرأوا في المدارس ديال البيعتات الأجنبية واذا هذه الولدات معنيين أيضا بهذا القرار ديال الدخول المدرسي في العشر من شتنبير أم أنه مؤسسات البيعتات الأجنبية ستحدد موعد انطلاق السنة الدراسية هي بالنسبة لهذا القرار هو أساسا التلاميذ المدرسين في المؤسسات العمومية والخصوصية بالنسبة للبعاتات لها ترتيبات خاصة فهناك اتصالات مع هذه البعاتات باش كنا نوقفو على الوضعية والقرارات اللي عيتم اتخاذها على ضوء هذا القرار اللي اخذيناه ولكن هما كتبقى لهم صلاحية أنهم يعتمدوا التواريخ اللي تم اعتمادها فيما قبل الوضع الوبائي إلى حدود الآن كيبقى وضع وبائي مقلق واش نتوقع تأجيل آخر للدخول المدرسي أم هو تاريخ نهائي لانطلاقة الموسم الدراسي واش هناك تصور على الدراسة كيفاش تكون هذا العام هو جميع الوضعيات تم الاعداد ديالها وبطبع الاجتراسة تمكننا من تدقيق على ضوء الحالة الوبائية حان الأساسي هي الأنماط اللي معروفة هي التعليم الحضوري تعليم عن بعد وتعليم التناوب فهذه السياغ والحلول ديالها كلها قائمة وحنا سنشتغل ليلة نهار من أجل تلقيق مختلف الوضعيات التي سيتم اعتمادها يوم 10 شو سنبير إن شاء الله